اشتركوا في القناة وزارة الاسكان ومندوبية الشركات المطورة ان مشروع الشقق السكنية بمدينة سلمان والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الثاني من العام الفين وثلاثة وعشرين يأتي في اطار تنفيذ مشاريع المخطط العام للمدينة وبالشكل الذي ينسجم مع الاهداف الاسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة بشأن التوجه نحو توفير خمسة وعشرين الف وحدة سكنية وتلبية الطلبات الاسكانية لخدمة الشقق التمليك بشكل متسارع واشار سعادة وزير الاسكان الان مشروع الشقق السكنية في مدينة سلمان يأتي لتلبية الاقبال المتزايد على خدمة الشقق التمليك في المحافظة الشمالية وبجميع محافظات المملكة مع العديد من المرافق وخدمات البنية التحتية التي تتبعها الوزارة ضمن استراتيجيتها الجديدة في بناء جميع المدن الحديثة التي تتوأم مع النمذج المتطورة للجيل السادس كتوفير المساحات المفتوحة ومسارات ممارسة الهوايات الخارجية وحدائق الاطفال وغيرها من الخدمات العصرية الاخرى المطلة على مناطق خضراء وعلى الواجهات البحرية بمسافة أربعين كيلومتر نشهد في مدينة سلمان نمط جديد من السكن وهو الامتداد العمودي في الحقيقة نقف من ضمن مجمع محصلته إن شاء الله بتكون في النهاية تتجاوز الـ 2000 وحدة سكنية ولكن كمراحل أولى الآن نشهد عمل أكثر من 1300 وحدة سكنية اليوم طبعا متواجدين لبدء أعمال وضع الأساسات أمانة وزارة الإسكان استخدمت تقنية جديدة لأول مرة علشان ما نصل إلى المياه الجوفية وبالتالي نحافظ عليها الحمد لله نعمل مع مقاولين بحرين ذات كفاءة عالية وواضح من خلال تنظيم الموقع وسير العمل موقع إن شاء الله نحن على الوقت بل إن شاء الله راح نتجاوز الوقت المخصص لهذه المشروع تم اليوم أطلاق مشروع أبراج سكنية وهي الأولى من نوعها في وزارة الإسكان حيث أن هذه الأبراج تعتبر 19 طابق ويكون مساحات الشقق فيها ما يقارب 250 متر مربع وهذا على معايير الدولية تعتبر معارير جدا عالية وفي نفس الوقت الحمد لله هناك ما يقارب 1380 شقة سكنية بتتوفر من خلال هذا المشروع إن شاء الله هذه الأبراج بتكون مطلة على واجهات بحرية وتم مراعاة البيئة في هذا الجانب بحيث أن المواطنين إن شاء الله بيكونوا في بيئة صحية آمنة لهم ولأبنائهم ولأسرهم اشتركوا في القناة